بتنظيم من جمعية نصف الماراطون الدولي للدار البيضاء شهدت النسخة الثامنة من نصف الماراطون وصباق العشر كيلومترات على الطريق مشاركة مكثفة ومتميزة لعديد من العدائن الهوات والمخضرمين الباحثين عن تحقيق متعة الجري بالإضافة إلى هيئات مهنية ومجموعات رياضية وجمعيات متخصصة التظاهر عبرت صباح الأحد أبرز شوارع مقاطعتين عمالتي أنفا والحي الحسني بمدينة الدار البيضاء شعار دي السباق هو الجري من الأجل المتعة الغاية منه هو نخرج الساكنة دي المدينة الدار البيضاء أنها تتحرك رياديا ولما لا أنهم يبدوا يقوموا ببعض التدريب بيش يحسنوا ذلك السوقيت اللي كان يعطيهم عبر ذلك اللابيش الإلكترونيك بغينا مواطن نشيط مواطن في حالة صحية جيدة اليوم ما كنسعوش للإنجاز كتر ما نسعو أننا نساعدوا الساكنة دي الدار البيضاء وحققنا هذا المتغال فهذا بالنسبة لنا هو تدريب وتحضير الماراتون الدولي اللي إن شاء الله ورحمة رحمة رحمة السنة غاد يعرف تبع ديالو الخامسة عشر والحمد لله فكيف شفته كان واحد الإقبال وكان واحد تنظيم جد محكم وهنا تنشكر الناس دي الأمن اللي سهروا معنا على أنه يكون واحد المدار بدون سيارات بدون أي تشويش على المتسابقين لقبوا سباق نصف الماراتون والبالغ طوله 21 كيلومتران انتزعه ابن مدينة سلال عداء عزدين فرعون بتوقيت ساعة وأربع دقائق وسبعة أجزاء مئوية متفوقا على يوسف الباز صاحب المركز الثاني وبفارق دقيقة وستين وأربعين جزءا من المئة فيما أحرزت مروى شهاب لدى السيدات المركز الأول متفوقة على كل من فدوى الفاسية ونورى مدني قاطعة مسافة السباق بتوقيت ساعة واثنتين دقيقة وستين وخمسين جزءا من المئة المطاف جد رائع الحمد لله حسنت في المرتبة الثانية من بعد منافسة كانت قوية من بعد لدائنا المغاربة والحمد لله كل شي داز على ما يرام الحمد لله لعب السهولة المعدار كان زوين حتى التنظيم كان في المستوى الحمد لله ساعدنا على أننا نمشي الباقر على أحسن ما يرام وبنسبة لأناديتان تجربة لي في السباق على الطريق كان الأولى في مراك كشودة بن شاء الله الثانية كانت في كازا الحمد لله بما أنني حكمة وطنية يعني كتكون لي أقل بدني على طول موسم فالحمد لله ساعدتني على أنني أكمل باركور دياليزوين السباق العشر كيلومترات عاد لقبه للعداء شام صدوق لدى الرجال فيما انتزعت المركز الأول العداء اللبنان هدار وهي بادرة تعمل من خلالها جمعية نصف الماراطون الدولي للدار البيضاء على تشجيع العدائين الهوات وعموم الجمهور البيضاوية بنشر روح السباق من أجل المتعة وضبط إقاعات النشاط البدني ترجمة نانسي قنقر